اليوم صارت عندنا مشكلة يعني لما خرج لاعب يعني مثلا سجاد سجاد ما أعطل إضافة الهجومية ولا أعطل التمركز السليم بتمرير الكرة ما يشتغل مع أمجد بشكل ممتاز وأمجد شفت عندنا مشكلة وانصاب وطلع بثنين طلعوا أول قرار كان للمدرب أخراج سجاد حتى قبل أخراج شيركو اللي بفرانس بوترس وأنا شوف شيركو أفضل أنا غريب هذا استغربت هذا لا لا أنا ما استغربت الجهد مكان يريد غير طريقة لعب أو فكر احنا اختلفنا مع المدرب شيركو ليش مشيركو عندنا منه ظاهر يمين عندنا انخفاض في مستوى ظاهر يمين يعني راح وليد راح ولي السالم راح على أم هاوي الآن اجا فرانس بوترس الحقيقة شيركو أكثر قناع في المباراتين حتى في الخروج بالكرة وحتى بالحالة الدفاعية لكن يبقى عملية توازن هل يقدر ينطيك احنا ما هذا اللي صار أنا وين أقول لما طلع سجاد الآن اشرك أحمد فاضل هنا أنا النقطة هل ممكن المدربي عطفا على كلامك وعلى كلامك وسؤالك هل عندنا نلعب قدرات هجومية أكثر ممكن محمد قاسم أنا ضد هذا الرأي لكن اليوم أنا أتكلم عن مبارات اليوم والخيارات المتاحة من وعدك أحمد فاضل مصطفى ناظم ما عندنا فقط هم بلاعب يلعبون وصف اشرك أحمد فاضل وبعدين اشرك مصطفى ناظم يعني تبديل اقتراري مصطفى ناظم في منطقة الوسط في خيارات في الدوري مثلا عدك ياسر نعيم في الطلبة عدك الكابت اللاعب النجف عدك في كثير من اللاعبين يعني الحقيقة أنا ماري يذكر ليش ما عندنا لاعبين اتركاز كافي ممكن ليش رحنا عدد لاعبين اتركاز قليل لا هو مراح هو مراح مراح لا هو ياسر انصاب ياسر انحرم انحرم بقاعدنا منه أمجل عطوان رحمة فاضل هنا هنا السؤال احنا مسجاد ايضا هو بس اتجاه بي لعب ارتكاز مثل ما يلعب امجد او مثل ما يلعب ياسر بل ضبط هو يلعب امامهم بل ضبط امام لاعب الارتكاز لكن ممكن يؤدي هذا الدور مع امجد بفاعلية هجومية اكثر ممكن محمد قاسم يجب منطقة الوسط هذا يعني أنا رأي يعني ماريد افرض لا اول مدرب يتخذ قرارة ممكن يصل قرارة مو خطأ منطقيا انه لو يعني احنا شيفنا مصطفى ناظم يجرى عملية الاحماع ليش مصطفى كنا تساءلنا لما تباوى على البدلاء هو بقى لو ميثم جبار لو مصطفى ناظم يعبونه المركز من يلعب هالمركز حسن يلعب هالمركز ميثم صعب حتى يلعب ميثم حتى ما يقدر يديه الدور يعني هاي المتاع هاي الحلول المتاع لو المدرب ركز اكثر كان اصلا حال هاي المشكلة وهنا النقطة بانه المدرب اخذ فترة طويلة الآن اعتبرها طويلة عشر مباريات يعني عشر مباريات دولية هو موجود اصلا دباع الفريق على اعلى مستوى نعم بطولة كأس العالم بطولة كأس العرب الخيارات ليش بيها يعني ليش تدى تنحرج بالدكة هذا هو السؤال الغريب يعني دائما نسأله ليش احنا بعدنا نحور لكن ليش بعدنا نحور بالضبط الشي اللي يعني يعطينا تفاول فوس قطر على عمان بالمباراة اللي يعطينا الحقيقة ليش قطر مو فقط ضمنة الوصول ضمنة الوصول كأول بغض النظر عن نتاج مر ضمنة الوصول كأول لذلك احنا يمكن اكرم يعني بس فقط لو اكرم عفيف ما موجود يعني ما يلعب ضدنا يمكن كم لاعب من ضمنهم اكرم عفيف ممكن راح يريحهم المدرب وشفنا قطر يعني بصعوبة بالغة فازة وازت على عمان بصعوبة بالغة فازة يعني ممكن انحق ان شاء الله اشتركوا في القناة